أسعد الله أوقاتكم ألبرتا تطلق نداء إلى سكان أونتيريو وكيبك وبريتش كولومبيا وتغريهم بالأموال أطلقت حكومة ألبرتا المرحلة الثالثة من حملة ألبرتا إسكالين ألبرتا تنادي والتي أعلن عنها في بريتش كولومبيا وكيبك وأونتيريو وتقدم المقاطعة مكافأة على شكل ارتمان ضريبي قابل للإسترداد بقيمة 5000 دولار لمرة واحدة تهدف إلى جذب العمال المهارة إلى المقاطعة والوزير الاقتصاد والتجارة بحكومة ألبرتا أن حملة ألبرتا إسكالين والمكافأات المقدمة تؤكد التزام حكومتنا بتجذب أفضل المواهب لتلبية احتياجات القوى العاملة للحفاظ على استدهار المقاطعة وقد تكون مؤهنا للحصول على ائتمان بقيمة 5000 دولار إذا انتقلت إلى ألبرتا بين 1 مايو و 31 ديسمبر 2024 وكمان يجب أن تعيش لمدة 12 شهر على الأقل بألبرتا وأن تعمل بمهنة تطلب مهارات عليها طلب مرتفع ومن المعلوم أن متوسط تكلفة استئجار أو امتلاك المساكن في ألبرتا هي أدنى بكثير من أونتيريو وكيبك وبريتش كولومبيا وانتم ما رأيكم هل تغيركم الخمسة ألاف دولار للانتقال إلى ألبرتا؟ خبرونا بالتعليقات طبعا لم يزيدنا تفاصيل حول هذا الخبر أو أخبار أخرى تتعلق بكندا يرجى زيارة موقعنا الإخباري الفرقانيز بفردلت سي اي ودنتم بألف غير